موسيقى مشاهدين في كل مكان أحبتنا طلاب وطالبات شهادة دبلوم التعليم العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بالخير والسعادة وحياكم الله معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم التعليمي درس على الهواء هذا البرنامج الذي يأتي مواكبة لامتحانات دبلوم التعليم العام ويستمر معكم إن شاء الله إلى نهاية الامتحانات هذه المرة مثل ما تابعته في الحلقتين السابقتين نحن في إطلالة جديدة في توقيت جديد وعبر قناة عمان مباشر نأمل إن شاء الله أن يكون هذا التغيير لصالح الجميع والجميع يستفيد من هذه الفرصة إن شاء الله تكون مؤاتي وأيضا مثل ما عرفته عادت البرنامج كل يوم بعد أخبار العاشرة على قناة عمان مباشر ونطالب جميع الطالب والطالبات إنهم ينزلوا قناة عمان مباشر ضمن قائمة جهاز الاستقبال بين قوسين الرسيفر العملية سهلة وبسيطة وفي متناول اليد وأيضا قابلة للتنفيذ معلم لحقين اللي يبدأ يتابعنا وعندنا مشوار حافل خلال هذه الفترة في المواد الدراسية المختلفة عموما نستقبل تواصلكم عن طريق البريد الإلكتروني للبرنامج هواتف البرنامج صفحتنا في الفيسبوك وأيضا تويتر نحن جاهزين خليكم أنتم جاهزين ورقة وقلم السئلة في الورقة الامتحانية والكتاب المدرسي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستبدأ الامتحانات في مواد المهارات وان شاء الله نريد كذا العزيمة والحماس موجودة ونبدأ نذاكر واللملم معلوماتنا من خلال استفادتنا من هذا البرنامج نتأكد من معلومات نحاول نركز على الورقة الامتحانية لأنها هي فعلا فيها الأسئلة المختلفة دائما في العوام الماضية باسمكم جميعا ورحب بضيفة الحلقة الأستاذة أصيلة بن تربيع الفزارية معلمة أولى لمادة الجغرافيا والتقنيات الحديثة ما سهل خير أستاذة؟ ما سهل نور خلاص أحيان صارت معروفة عن الطالبة والطالبات الخبرة التراكمية للأستاذة في مادة الجغرافيا وصارت خلاص على الطلاع لمجمل الأسئلة التي ترد في الأوراق الامتحانية أستاذة خلينا قبل أن تتهيأ المكالمات نتعرف على جدول توزيع الأوزان النسبية يعني الأسئلة في ورقة الامتحان كيف تتوزع كم نسبة المعرفة التطبيق القدرات العليا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الورقة الامتحانية تتكون من أربعة أسئلة هذه الأسئلة موزعة للأوزان النسبية بالنسبة للمعرفة عندنا 30% القدرات العليا 20% والتطبيق 50% النسبة الكبيرة في التطبيق والقدرات العليا يعني حاول الطلاب قد إمكان التركيز في الأسئلة في الورقة الامتحانية نعم إذن 50% تطبيق 30% معرفة و20% قدرات عليا يعني طبيعي قدرات العليا هي الأسئلة التي بعض الطلب يتوجس منها ويعتبرها أسئلة صعبة لكن الجغرافية تعتمد على التطبيق بشكل كبير يعني من خلال متابعتنا لبرنامج درس على الهواء والأسئلة التي ترد تكرر مجموعة من خلينا نقول الموضوعات أو الدروس التي في مادة الجغرافية البناء الطب إبلوجي والمصوفة الأحداثية والإحرامات ولذلك خلينا أبدأ قبل أن أتوقع أن هناك أسئلة كثيرة لا أحترد في الإحرامات ناخذ سؤال بريد إلكتروني من الطالب الشعاع الإبلوشية السؤال يقول يرغب سكان جزيرة مصيرة في القيام بحملة تنظيف لشواطئها وضح الخطوات اللازمة لرسم إحرام لهذه الجزيرة لمسافة خمسين مترا علما بأن مقياس الرسم واحد إلى مئة متر إذن هذا واحد من أسئلة الإحرامات وأعتقد أن كل سنة أسئلة تردها إلى أسئلة صحية أيها يعني هي من الأسئلة المتداولة في أغلب الأسئلة الامتحانية الإحرام والبناء الطب بلوجي والمصوفة الإحداثية طيب إذن انتبع مع الأستاذ السؤال المتعلق بالإحرام طبعا المسافة يرغب سكان جزيرة مصيرة بالقيام بحملة تنظيف لشواطئها المطلوب هو توضيح الخطوات اللازمة لرسم هذا الإحرام المسافة خمسين متر ومقياس الرسم واحد إلى بيت متر طبعا أول حاجة طبعا الخطوة الأولى للقيام بها اللي هو عمل التحويل مقياس الرسم على أساس نبدأ عملية الرسم على الخريطة فلنفترض هذا عندنا اللي هو جزيرة مصيرة طبعا نبدأ عندنا مثل ما متأودين مقياس الرسم الصيغة المجهولة اللي هو المسافة المراد رسمها على الخريطة مية تقسيم خمسين ساوي أدنى نص سانتي متر إذن توسع اللان بتوسعها على الخريطة بالنسبة طبعا لحملة التنظيف اللي سوف يقوم بها أدنى سكان جزيرة مصيرة عندنا اللي هي نص سانتي متر بالمصطرة نبدأ الخطوة الثانية نستخدم المصطرة ونبدأ عندنا نقيس من حدود جزيرة مصيرة بنقاط فاصل عندنا نص سانتي متر اللي هو خمسة ملي متر بالمصطرة وبعد ما أحدد النقاط على جزيرة مصيرة أبدأ عندنا أوصل هذه النقاط مع بعضها البعض بيطلع عندنا في النهاية اللي هو الإحرام حول جزيرة مصيرة الموضح عندنا باللون الأحمر طبعا يجب أن يكون متساوب المصطرة بيكون أكثر دقة بالرسم لأننا بنستخدم المصطرة بنقيسها بالملي متر جميل إذن هذه أهم الخطوات إذا الخطوة الأولى نقوم بتحويل مقياس الرسم وفق المسافة المطلوب رسم إحرام لها وطبعا كانت المسافة خمسين متر نبدأ عملية التحويل حسب مقياس الرسم بعد ذلك نبدأ بالمصطرة نحدد النقاط حول الظاهرة الجغرافية والظاهرة الجغرافية الموجودة عندنا هنا هي جزيرة مصيرة وبعد ذلك نقوم بتوصيل النقاط مع بعضها البعض جميل ما يدري أستاذ أيضا نحن خلينا أيضا نبدأ نحفز الطلب بمجموعة أسئلة من عندنا وبعدين نتلقى المكالمات حتى لو كان السؤال أنت أجبت أنه ما في داعي يتكرر من قبل الطلاب خلينا نشوف إذا ممكن في البناء الطب بلوجي أو أي سؤال أنت ترين مناسب نشوف أن السؤال كذا بناء الطب بلوجي نقوم بإنشاء بناء الطب بلوجي للشكل التالي طبعا البناء الطب بلوجي بيكون بطريقتين نحن نحاول نغطي الطريقتين الطريقة الأولى بيكون الشكل الموجود ونحن نقوم بإنشاء قاعدة بيانات مكانية فمثلا عندنا تحاول أول حاجة في البناء الطب بلوجي نركز على السهم الأولي الموجود في الشكل يأما يكون الاتجاه في جهة اليمين أو الاتجاه في جهة اليسار نحاول نركز إذن الخطوة الأولى في البناء الطوبلوجي أن أنا أقوم برسم العقد هذه العقدة ننتبه أنها تكون في ملتقى ثلاث خطوط تكون ملتقى ثلاث الخطوط ونحاول قدر إمكان نبدأ عندنا من الاتجاه الأساسي للسهم إذن عندنا الاتجاهات الأساسية لهذه الخطوط بعد ذلك نبدأ طبعا عندنا باستكمال الاتجاهات بالأسهم حاول نتقه الاتجاه ضبط نفس الاتجاه إذن اتجاهنا يمين إذن نتقه بالكامل يمين إذن خلصنا الاتجاهات نبدأ أعطاه كل خط وكل نقطة عندنا رمز معين فمثلا عندنا بناخذ هذه بالنسبة للعقد نرمز للعقد والمتعارف إحنا نستخدم الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة بالنسبة طبعا للخطوط أيضا نعطيها رموز فلنفترض إذن عطيناها مجموعة رموز وبهذا الطريقة احنا انتهينا طبعا من البنات طب بلوقين نبتعدنا بإنشاء قاعدة البيانات قاعدة البيانات تتكون عندنا أول حاجة احنا بنتعامل مع خطوط إذن يجب أن تكون عندنا الخط الرمز رمز الخط بداية نهاية يمينة يسارة وننتبه القاعدة البيانات تتكون من صفوف وأعمدة يعني لازم تكون مرسومة على شكل صفوف وأعمدة إذن الرموز عدنا إيه آخر رمز ونبدأ عدنا بإنشاء الصفوف نشان ما نخسر أي درجة من السؤال بدنا طبعا عدنا في شكل قاعدة البيانات الخط ونحن نتعامل مع خطوط الرمز بداية نهاية يمينة ويسارة إذن نبدأ عدنا من الرمز الأول اللي هو الرمز A عدنا يمينة بداية واحد ونهاية اثنين الرمز عدنا ببداية اثنين نهاية ثلاثة الخط عدنا C بداية ثلاثة ونهاية واحد D عدنا واحد وأربعة الخط عدنا E اللي هو بداية اربعة نهاية ثلاثة والخط عدنا F بداية اربعة نهاية ثلاثة نحاول نركز في الاتجاه السهم من أي عقدة آتن وإلى أي عقدة ذاهب أيضا بعد ذلك نركز عندنا في الاتجاهات نحاول نكون موجودين عند راسي السهم وبمعرفة عدنا الاتجاه إذن عدنا الخط A اتجاه في جهة اليمين يوجد مزرعة في جهة اليسار فضاء إذن لا توجد أي ظاهرة جغرافية إذن لم تكن الظاهرة جغرافية معرفة نكتب كلمة فضاء إلا الخط عدنا بيء ذي الطريقة إذن يمينه منزل ويسارة فضاء الخط عدنا C مسجد ويسارة فضاء الخط عدنا D طبعا بيكون الاتجاهات في الداخل مختلفة إذن يمينه مسجد ويسارة مزرعة الخط عدنا E منزل ويسارة مزرعة والخط الأخير اللي هو الخط F عدنا يمينه مسجد ويسارة منزل كذي احنا انتهينا عندنا من إنشاء قاعدة بيانات مكانية للبناء الطب بلوجي تمام هي هذه فقط هذه الفكرة العامة وفي الطريقة إن شاء الله بناء الطريقة أخرى معاكسة للبناء الطب بلوجي تمام إذن خلينا سيدة أصيلة نأخذ مكالمة أولى هذه المكالمات أنس المعمري مساء الخير أنس مساء النور سهلا وسهلا كيف الحال طب الحمد لله شو أخبارك من وين من محمدة البوريني حياك يا أنس كيف حالك تمام كيف المذاكرة والله الحمد لله نذاكر جاهزين الامتحانات بإذن الله إن شاء الله طيب خلينا قبل ما نأخذ سؤالك أنس نعرض عليك سؤال خلنا نتطمن على مذاكرتك وبعدين نسمع سؤالك ممكن طبعا طبعا إن شاء الله سيدة أصيلة نعطيه سؤال بس طبعا اللي جاو تكون من عندي لأن الكتاب ما عدالي ما نحن راح نعطيك خيارات ما تخاف سؤال موضوع يعني مو سؤال مقالي إن شاء الله طيب شوف السؤال على السبورة سيدة يصنف موس واحد من أقمار الأرصاد الجوية بمراقبة البحار والمحيطات جيم تصوير سطح الأرض دال البث التلفزيوني والفضائي موس كم موس وان موس وان عيد الخيارات لو سمحني الأرصاد الجوية مراقبة البحار والمحيطات تصوير سطح الأرض البث التلفزيوني والفضائي تصوير سطح الأرض ربما حاول تركز ألف بيكون إن شاء الله ما أدري والله بيكون ألف ألف يعني الأرصاد الجوية أعطي الفكرة سيد عصيل إيش هي الفكرة في السؤال نحن نقوم بعملية تصنيف يعني نطبق عندنا ما تعلمنا من الأقمار الصناعية فنقوم بعملية تصنيف للأقمار الصناعية طبعا عندكم مجموعة أقمار صناعية موزعة حسب استخداماتها وعندنا تصنيف اللي هو مورس وان ومورس بي وان ضمن عندنا أقمار مراقبة البحار والمحيطات الأقمار يابانية أطلقت لمراقبة البحار والمحيطات نعم تمام يعني نحن نتمنى الخطأ في وارد من خلال الاتصال للطالب والطالبات أحيانا يكون فيه مسألة ربكة لكن نغلط اليوم أحسب ما نغلط استاذة أصيلة في الامتحان أيها طيب سؤالك أنس والله أنا سؤالي في الورقة الامتحانية للعام 2012-2013 2012 2013 أيها الدور الأول الفصل الثاني الدور الأول الفصل الثاني أي سؤال السؤال الثاني رقم 18 السؤال الثاني رقم 18 تمام واضح السؤال طيب أيها السؤال الرقم كم بيكون بيكون السؤال الثاني الجزئية رقم 18 ما علي سجلتم أنا أعطيني سؤالك الثاني وأيضا السؤال الرابع الجزئية 26 في نفس الورقة الامتحانية أيها في نفس الورقة السؤال الرابع الجزئية 26 ألف مش با بيكون في ألف وبا أنا أريد ألف تمام حاضرين يا أنس ولا أهمك طيب نتمنى لك توفيق إن شاء الله ومسية سعيدة ومذاكرة إن شاء الله فيها تحصيل جيد شكرا جزيلا شكرا نأخذ محمد المقبالي محمد مساء الخير محمد محمد وطينا على صوت تلفزيون لو سمحت السلام عليكم عليكم السلام محمد كيف حالك الحمد لله طيب الله يسلمك من وين محمد وطينا على صوت تلفزيون محمد سامعنا محمد أغلق صوت أكتم صوت تلفزيون لو سمحت تابعنا مسماعة الهاتف محمد كذا ما منتفاهم معكم كذا محمد وين محمد ما عليك خلي محمد بس نجيب على سؤال أنس رجع له بالنسبة طبعا لدينا الامتحان الدور الأول فصل دراسي الثاني السؤال رقم اثنين السبورة شغالة سيدا طيب السؤال الثاني القزئية رقم ثمنطعش أيها مثل الظاهرات الجغرافية الآتية بأرواد يسهل على النموذج الشبكي الذي أمامها كتابة اسم الظاهرة الجغرافية طبعا عدكم في هذا السؤال عدكم ظاهرة نقطية اللي هو بأر وظاهرة أخرى خطية اللي هي وادي وظاهرة ثالثة اللي هي ظاهرة مساحية سهل المطلوب باستخدام النموذج الشبكي طبعا احنا عرفنا أن نموذج البيانات الشبكية يعتمد على الخلايا إذن عندي مجموعة خلايا تكون متساوية في الشكل وفي الحجم طبعا في الامتحان بيكون الورقة جاهزة على شكل خلايا بالنسبة للظاهرة عدنا اللي هو وادي بأر أفوان ظاهرة مقاطية بس مجرد أن أنا أقوم بتضليل خلية واحدة بهذا الطريقة إذن هذا الخلية عدنا بتكون بأر أما الوادي فهي طبعا عدنا أقوم بتضليل طبعا التضليل بيكون بالكامل عدنا بحيث تكون على شكل خط سواء مستقيم أو خط متعرج هذه بتنطلق عليها وادي الظاهرة الثالثة أقوم بتضليل مجموعة من الخلايا تكون متتابعة يعني تكون قم بعضها البعض هذه بتكون عدنا ظاهرة مساحية اللي هي السهل هيا بالنسبة طبعا عدنا للسؤال جزئية رقم 18 طيب أيضا جزئية رقم 26 السؤال الرابع جزئية رقم 26 أرادة باحة دراسة المناطق المتأثرة بالتسرب الإشعاعي من المحطات النووية اليابانية في ضوء العبارة السابقة أقب عن السؤالين الآتيين طبعا إحنا لو ركزنا في الكتاب المدرسي في درس تطور الاستشعار عن بول معطنكم ظاهرة جغرافية واحدة وهي ظاهرة توسونامي المفترض طبعا الطلاب يطبقوا على بقية الظواهر اللي ممكن دراستها عن طريق الاستشعار عن بعد منها مشكلات اللي هو التسرب الإشعاعي أو تسرب عدن البترولي أو عدن ظاهرة العاصير أو ظاهرة الفيضانات أو أي ظاهرة جغرافية سواء كانت بشرية أو طبيعية اذكر اثنين من المشكلات التي سيواجهها الباحث إذا قام بالسفر إلى تلك المنطقة طبعا هو في طريقتين للدراسية أما يكون يستخدم الطريقة التقليدية وهذا يضطر للسفر للمنطقة نفسها إذن يعرض حياته للخطر وممكن تكون عندنا المنطقة لا يتوافر فيها مأوى لا تتوافر فيها خجمات لا تتوافر فيها مكان عندنا يكون خالي من التسرب الإشعاعي يعني هو كذي يعرض نفسه للخطر اقترح طرقا يحصل فيها الباحث على البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى السفر إلى هذه المنطقة طبعا هنا يستخدم الطريقة الحديثة لدراسة الظواهة الجغرابية وهي دراسة عن طريق الاستشعار عن بعد أنه أنا أوفر صورة فضائية أو مجموعة صور فضائية مع مقدرة الباحث على التحليل العلمي لهذه الصور الفضائية وإجراء التحليلات المناسبة ومن ثم استخراج النتائج عن طريق الصور الفضائية جميل يعني هي مجرد تطبيق للمعلومة الموجودة في الكتاب المدرسي في درس طول الاستشعار عن بعد المتعلقة بظاهرة التوسنامي تمام إذن هذه إجابتك أنس نأخذ مكالمة ثانية سارة العلوي السلام عليكم عليكم السلام سارة كيف حالك الحمد لله بخير الله من أين من لبريمي من لبريمي اليوم يعني أولى المكالمات لبريمي إن شاء الله خلينا نعطيك سؤال نشوف السؤال نشوفه مع بعض على الشاشة تعد دراسة الأراضي المزروعة أحدى تطبيقات الاستشعار عن بعد والذي يهتم بالتقدير ألف المخزون المائي باء الإنتاج المحصولي جيم الثروة الغابية دال القنوات المائية ركز عندنا في دراسة الأراضي المزروعة يعني دراسة الأراضي الزراعية هل بيهتم بتقدير المخزون المائي أم الإنتاج المحصولي أو الثروة الغابية أو القنوات المائية الإنتاج المحصولي أحسن تبارك الله فيك إذن الإنتاج المحصولي لأن المخزون المائي والقنوات المائية هذه تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال عدنا دراسة الموارد المائية بينما الثروة الغابية فهي من تطبيقات الاستشعار عن بعد في بجال دراسة الغطاء النبات الطبيعي تمام يا سارة تمام عطين سؤالك في الكتاب صفحة 217 سألت لو سمحتي أن توضح لي الفرق بين وسائل الاستشعار الإيجابية ووسائل الاستشعار السلبية سؤال واضح سارة؟ طيب هل لديك سؤال ثاني يا سارة؟ لا بس الصور المنهج كلها داخلها البيانات والمفاهمين فيها كلها نحفظها واضح سؤال سارة كل المفاهيم الموجودة كل المعلومات الموجودة تحاول بعد ما بس تحفظيها تفهميها بحيث تقدر تطبقينها على أي شكل على أي مخطط على أي معلومة تحتاج أنك تركز فيها بشكل تطبيقي مثل المعلومة اللي عرضت منذ لحظات الدراسة التقليدية والدراسة الحديثة للضواهل الجغرافية ذكرها على أنها مشكلات تتعرض للباحث ذكرها في نفس الوقت حلول ومقترحات لحل المشاكل التي يتعرض لها الباحث إذا نحاول نركز في كل قزئية موجودة في الكتاب المدرسي خلاص مشكورة تمام يا سارة تمام أتمنى لك توفيق إن شاء الله نحن دائما نتكلم ساذ عصيل نقول فيما يتعلق بالتطبيق سواء كان في مدلة الجغرافية والتقنيات الحديثة أو في المواد الأخرى التطبيق نشبه أن الطالب يأخذ أدوات معينة يتعلم يكتسب في المدرسة أدوات معينة ثم يطبقها سواء على شيء يرد من الكتاب أو من خارج الكتاب يعني نحن عندما نرى الطالب يدرسوا على مثلا الأشياء الميكانيكية على سيارة معينة في معهد أو في مكان معين ما معنى هذا أنه في غير هذه السيارة ممكن يصلح لا أنا أكتسب أدوات في اللغة العربية أنا أكتسب أدوات تعنى بالصرف والنحو والبلاغة وغيرها أطبقها على أي نص وهكذا في الجغرافية وهكذا في بقية المواد فجانب التطبيق يعني يعتمد على معرفتكم وفهمكم ثم يمكن أن تطبق على أي صورة وعلى أي جزية أخرى نجيب عليها بالنسبة طبعا لوسائل استشعار الإيقابية ووسائل استشعار السلبية طبعا إحنا لازل يكون عندنا سطح الأرض سطح الأرض توجد فيه مجموعة من الضواهل الجغرافية سواء كانت طبيعية أو بشرية طبعا مثلناها بشجرة وعدنا في الفضاء الخارج اللي هو القمر الصناعي وسيلة الاستشعار الإيقابية ينتبه طبعا في اتقاهات الأسهم مصدر الأشعة طبعا مصدر الأشعة يكون وسيلة الاستشعار ذاتها يعني وسيلة الاستشعار منصة الاستشعار اللي نعتمد عليها هي القمر الصناعي يطلق أشعة هذه الأشعة بسميها أشعة صادرة في وسيلة الاستشعار الإيقابية بعد ما يتم تصوير الأهداف الأرضية يقصد بالأهداف الأرضية عن الضواهل الجغرافية الموجودة على سطح الأرض تنعكس هذه الأشعة مرة أخرى إلى القمر الصناعي إذن هذا بسميها أشعة منعكسة إذن فيه عندنا قمر صناعي وهو منصة الاستشعار عن بعد في الاستشعار الإيقابي فإذن عندنا بيكون مصدر الأشعة والمكان اللي بتنعكس فيه الأشعة هو القمر الصناعي إذن هذه بسميها وسيلة استشعار إيقابية أما بالنسبة للسلبية فلازم يكون عندنا مصدر خارجي والمصدر الخارجي الكوني بالنسبة للأشعة هي أشعة الشمس إذن في هذه الحالة بيكون عندنا من مصدر الأشعة أشعة الصادرة تكون عندنا من أشعة الشمس إذن هذا بسميها أشعة عندنا صادرة الأشعة طبعا المكان اللي بتتكون فيه الصورة الفضائية هو القمر الصناعي إذن تنعكس هذه الأشعة بعد تصوير الأهداف الأرضية إلى القمر الصناعة بسميها أشعة منعكسة إذن الفرق ما بين وسيلة الاستشعار الإيقابية وسيلة الاستشعار السلبية هو مصدر الأشعة إذا كان مصدر الأشعة القمر الصناعي فإذن بتكون وسيلة استشعار إيجابية وإذا كان مصدرها خارقي مثل عندنا أشعة الشمس بتكون عندنا سلبية تمام إذن هذه إجابة سارة أرجو أن تكون إجابة واضحة إن شاء الله ناخذ سؤال من صفحتنا على الفيسبوك السؤال يقول توضيح التواريخ في الأقمار الصناعية صفحة 115 والصفحة 122 لأقمار تصوير سطح الأرض هل يوجد في هذه التواريخ خطأ؟ هو المفترض الطلاب يكون عندهم الطبعة الأولى اللي هي الطبعة الموجودة عند طارح الاستفسار الطبعة التجريبية خلاص تم تعديل جميع التواريخ عندنا في الطبعة الأولى للكتاب فطبعا الموجودة في صفحة 115 فنحاول ننتبه أن جميع السنوات المرتبطة بالأقمار الصناعية عندنا أو أنظمة الاستشعار عن بعد الموجودة صفحة 115 تلغى يعني ما نحفظها فقط نتعرف على القمر الصناعي والدولة المالكة للقمر الصناعي بالنسبة طبعا عندنا لأقمار تصوير سطح الأرض الموجودة في درس أقمار عندنا الاستشعار عن بعد فهي عندنا السنوات المعتمدة للمفترض الطالب يكون عارفينها وينتبهوا أيضا لتعديل عدنا مسميات فكان عدنا القمر يسمى سبوت في الطبعة الجديدة اللي هو سبوت 1 إيروست طبعا كان اسمه الآن صار في الطبعة الأولى صار إيروست 1C هذه هي التعديلات مدري إذا في سؤال أستاذة حول الإحداثيات أو المصوفة الإحداثية أنا أيضا يرد فيها السؤال خلينا أيضا يستفيد منها الطالبة جميعا نحن أيضا في انتظار اتصالاتكم عبر هاتفهي البرنامج عبر البريد الإلكتروني أيضا للبرنامج نبدأ نحضر الأسئلة اللي فعلا نحتاجها نحن عارفين المادة يعني تاريخ الامتحان يوم 16 لكن من اليوم لا بأس أن نحن نحضر بعض المعلومات أيضا طبعا بالنسبة للمصفوفة الإحداثية هذه الأرقام ظاهرة على الشاشة يريد نقله الأرقام ونتواصل في الأسئلة التي تخص مادة الجغرافية اليوم تفضل السلام بالنسبة طبعا للمصفوفة الإحداثية هي أحد طرق طبعا البناء الهندسي للبيانات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية مثلها مثل البناء الطوبابلوجي لكن مصفوفة الإحداثية inheritance يحن نحن عندنا ثلاث ظاهر جغرافية الظهر النقطية الظهر الخطية الظهر مساح نحاول نركز أولا في ظاهرة نوع الظاهرة الجغرافية التي ترد في صيغة السؤال مثلا عندنا قم برسم أعمدة الكهرباء التي تمثلها المصفوفة الإحداثية التالية إذن عندنا أعمدة كهرباء إذن هذه ظاهرة ظاهرة نقطية حاول نركز في رسم الإحداثيات طبعاً تكون عندنا في الامتحان ورقة رسم بياني قهزة في كراسة الإجابة نرسب طبعاً عندنا الإحداثيات بأن ننسى المحور السيني والمحور الصادي اللي هو الـ X والـ Y لازم تكون موجودة لأنه إذا لم يذكرها الطالب أو يضعها الطالب على الشكل يضيع الدرجة بالكامل إذن الرمزين في العمدين؟ بالرمزين الأساسي على أساس يميز أيهم المحور السيني وأيهم المحور الصادي ممكن يكتب بدل الـ X سين وصاد إذن بعد الإجابة تكون صحيحة لكن أحاول أن يركز أنها لا تكون غير موجودة يعني لازم تكون موجودة يعني عشر ما يضيع جزئية الدرجات بسبب بسيط بسبب بسيط اللي هو عدم وجود المحورين نبدأ طبعا عندنا الـ X اللي هو 1 و 1 إذن هذه النقطة الأولى أضيف لها وأيضا عندما أبدأ برسم الإحداثيات أضع الرمز الموجود عندنا في المصفوفة الإحداثية ما أنساه وأضع النقاط فقط بدون الرمز إذن رمز أيضا من الأساسيات التي يكب أن تكون موجودة في المصفوفة الإحداثية عندنا 2 الإحداث الثاني 2 و 3 إذن هذه الإحداثي B الجيم عندنا 4 و 2 إذن هذا عندنا الظاهرة الثالثة إذن يكب أن تكون الرمز موجودة المحورين أيضا موجودة هذا كان الظاهرة عندنا مطلوبة مثلا أعمدة الكهرباء فلنغير عندنا الصيغة تكون بدأ أعمدة كهرباء مثلا وادي إذن الظاهرة تحولت من ظاهرة عندنا نقطية إلى ظاهرة خطية إذن نفس الطريقة الرسم نرسم الإحداثيات نحدد النقاط لكن ننتبه إنها ظاهرة خطية إذن نرسم عندنا الوادي وننتبه أيضا في توصيل النقاط إنها تكون متتالية إذن ألف با جيم وما أغلق الشكل إذا طبعا عندنا طالب مثلا عندنا مزرعة كظاهرة مساحية بنفس الإحداثيات لكن هذه المرة نغلق عندنا بس في صيغة السؤال بيكون عندكم في النسبة للظاهرات المزرعة مكرر النقطة ألف مرتين وننتبه لهذا التكرار جميل إذن هذه هي الإجابة رح ناخذ مكالمة بسيارة قبل ما ناخذ المكالمة نوطي على صوت التلفاز ونكون مستعدين لإعطاء السؤال عن طريق سماعة الهاتف محمد المقبالي إذن راح محمد المقبالي مع له يعود لاتصال مرة ثانية إحنا في انتظار تواصلكم معنا مع له سيدة اليوم من حسن الحظ أنه في فرصة مؤاتية أنه تعطينا مجموعة الأسئلة رجع لنا محمد المقبالي مساء الخير مساء نور الثالث كيف الحال محمد الحمد لله طيبين إن شاء الله غبت عنا غيبة يعني اتصلت وكذا وبعدين رحت عنا سوى خلل عندي سوى خلل من وين محمد؟ من السناص الله يسلم من السناص تفضل قبل ما تعطيني سؤالك الشرائك نعطيك سؤال كذا بسيط موضوعي تفضل بل حل بل حل طيب نوع التحليل المكاني بنظم المعلومات الجغرافية الذي تم إجراؤه في الشكل الذي أمامك استفسارات قياسات اشتقاقات تحويلات اشتقاقات ركز عندك قاعدة بيانات وصفية محمد طبعا الشكل من برنامج مابوندو جي آي اس يعني ما موجود نفس الشكل بالضبط في الكتاب المدرسي بس ركز في التحليل المكاني الممثل عندك في الشكل ان شاء الله ما طيبة طيب اعطي فكرة الإجابة سيدة عنا قاعدة بيانات وصفية مع الشرح نستخدم عندنا واشهر لحظة ولايات السلطنة عندنا وظهرت أني أنا أريد قاعدة البيانات الخاصة بولاية معينة إذا ماذا أقوم بأي إجراء أقوم باستفسار أو قياس أو اشتقاق أو تحويل أنا أرغب في الحصول على قاعدة بيانات وصفية لأحد ولايات السلطنة أنا الآن استفسار استفسار مجرد أن أستعرض قاعدة البيانات للولاية الموضحة عندك باللون الأصفر استعرض فقط إذن بيكون عندنا استفسارات إذن الإجابة هي استفسارات تمام محمد واضح الإجابة طيب عاطيني سؤالك إن شاء الله والأمور طيبة الله يحليك سؤال عندي سؤال 91 نشاط 5 91 نشاط 5 طيب في سؤال غيرة أحسن سؤالي طيب محمد تابعنا لناك توفيق إن شاء الله طيب نأخذ بعد مكلمة أخرى راية الجابرية أيها راية مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ الحمد لله من وين؟ من مسقط من مسقط كيف المذاكرة؟ الحمد لله جاهزين الامتحانات؟ أيها الحمد لله يلا معنا مشوار بين حلقة اليوم بين مادة الجغرافية في فرصة كبيرة نأخذ سؤال راية مع بعض صفحة 84 نشاط 1 راية عشان بس نمشى على نفس النسق نعطيك سؤال من عدة موضوعي هي في الأخير مذاكرة مشتركة ويمكن يكون هذا السؤال مفيد أيضا وبعدها نأخذ سؤالك نشوف السؤال يعرف التحليل المكاني بنظم المعلومات الجغرافية الذي يساعد على تحديد أفضل موقع لإقامة مصنع لتعليب الأسماك بالقياس التحليل الإحصائي الاختيار الأمثل الاستفسارات نركز تحليل مكاني يساعد على تحديد أفضل موقع لإقامة مصنع لتعليب الأسماك الاختيار الأمثل الاختيار الأمثل أحسنتي بارك الله فيك أحسنتي يا ريا أعطيني سؤالك صفحة 84 صفحة 84 51 2 جزية رقم 2 طيب فيه سؤال غيره لا لا شكرا مشكورة يا ريا نحن دائما نقول أن استيعاب رأس السؤال هي نصف الإجابة يعني نحتاج أن نركز في السؤال أحيانا ممكن يكون فيه إجابات مشتتة فنركز على السؤال حتى نعطي الإجابة صحيحة محمد المقبالي سأل في صفحة 91 نشاط رقم 5 نفس المصفوفة الإحداثية اللي منذ اللحظات وضحناها حاول يركز عندنا في الإحداثيات الموجودة في المحور المحور ويبدأ عندنا في رسم المصفوفة الإحداثية طبعا عندك ثلاث عندها ثلاث ظواهر ظاهرة الأولى اللي هي أشجار إذن النقطة طبعا هنا المحورين معرفات بسين وصات الظاهرة عندنا النقطية حاولي ركز طبعا عندنا في الظواهر النقطية عندها اثنين بالنسبة طبعا هو ناقص الرموز إذن حاولي يحط رموز على الشكل بداية فعدنا اللي هو إيه اثنين واثنين يخلي الرمز طبعا الثاني على النقطة الثانية اللي هي عشرة بي عشرة واثنين الرمز الثالث طبعا عندنا ظاهرة اللي هي اثناش وثمانية سي اثناش وثمانية ويكمل طبعا عندنا الإحداثيات حسب ما هم موجود عندنا في الشكل الاحداث اللي بعد حطي لها رمز د والرمز اي طبعا عندنا اللي هو ستة وثمانية وعدنا آخر نقطة اللي هي اربعة وعشرة إذن يحاول في هذا الشكل ينقص النظيف الرموز للإحداثيات ما موجود الرموز إذن يحاولوا ركزه عندنا في رموز للإحداثيات الظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة وحيرة صناعية أيضا نفس الكلام نقطة خمس نقاط نفس الطريقة السابقة مثل ما وضحناها إذن عندنا النقطة سين وصاد فبنغير الرموز مثلا عندنا بنحطيها ألف اللي هي النقطة الأولى اثنين واثنعش ما ينسى يخلي الرموز النقطة الثانية ستة واطنعش والنقطة الثالثة ثمانية وثمانية النقطة الثالثة عندنا اللي هو عشرة اطنعش وستة والنقطة الأخيرة اللي هي الطعاش واثنين بس ينتبه عندنا للظاهرة أفوال البحيرة الصناعية ينتبه عندنا هذه الظاهرة اللي احنا مثلناها تلحظات هي ظاهرة عندنا اللي هو الطريق منها ظاهرة خطية بس ينتبه عندنا للظاهرة الأخيرة اللي هي ظاهرة البحيرة الصناعية انه يكرر النقطة البداية مرتين فلنفترض عندنا بنكون اللي هي قاعدة البيانات النقطة سين وصات بنفس الطريقة نحاول طبعا نسوي رموز ناخد طبعا عندنا الاسمول اذا عندنا اللي هو اثنين نرمز النقاط الموجودة عندنا اثنين اربعة عندنا اللي هو اثنين وعشرة ثلاثة وثمانية الموجود عندنا والنقطة عندنا قبل الاخيرة ثمانية واربعة والنقطة الاخيرة اللي هي ال اي اربعة واربعة بس هنها سوى ادنين النقطة الاخيرة والاهم اللي هو اكرر النقطة اي مرتين بس مقرر التكرار على اساس انها تلتقي نقطة البداية مع نقطة النهاية في الظاهرة المساحية جميل اذا هاي سؤال محمد ناخذ رية سألة صفحة اربعة وثمانين بالنسبة لريا صفحة اربعة وثمانين نشاط رقم واحد قزئية رقم اثنين كيف تمثل البيانات المكانية على هيئة الطبقات او شرائح رية تحاول تركز عندك في الشكل في الشكل الموجود عندك صفحة هداعش تبديل البيانات المكانية على شكل طبقات وشرائح طبعا تكون عندنا الخريطة الاساسية واذا كنت طبقت هذا الدرس نظام الطبقات على برنامج الماب ويندو جي اي اس بيكون الموضوع بالنسبة لك سهل لان طبعا عندنا كل ظاهرة جغرافية تكون في طبقة مستقلة فمثلا عندك طبقة خاصة لاستخدام الارض طبقة خاصة للارتفاعات طبقة خاصة لخطوط الكنتور مثلا كمثال هذه مقرد امثلة للطبقات وليست شرط اساسي انها تكون جميع الخراط بنفس الطبقات عدي طبقة خاصة بالمساكن طبقة خاصة بالطرق بعد ان استطيع باستخدام البرامج نظم المعلومات الجغرافية ان اظهر الخريطة النهاية بالمظهر الذي اريده اذا كنت اريد طبعا عندنا خريطة لاستخدام الارض اغلق جميع الطبقات اذا تكون عدي الخريطة هي خريطة استخدام الارض فقط اذا اريد خريطة للارتفاعات بنفس الطريقة اغلق جميع الطبقات وتترك عدنا طبقة الارتفاعات طبعا الهدف الرئيسي واضح عندك في الكتاب هو التغلب على الكام الكبير من البيانات بحيث تكون كل البيان عندنا في طبقة مستقلة طيب شكرا سيدة اصيلة ناخذ مكالمة ريم الخروصي ريم كيف حالك خير الحمد لله كيف الصحية ريم خير كيف المذاكرة زين الحمد لله الجغرافية ولا كل المواد خلاص مذاكرة كل المواد يلا بالتوفيق ان شاء الله خلي نشوف سؤال ريم كذا سؤال تحفيزي تنشيط ان شاء الله نطمن على مذاكرتكم ان شاء الله شوف السؤال نوع التحليل المكان بنظم المعلومات الجغرافية التي تم إجراؤه في الشكل المقابل هو استفسارات اشتقاقات قياسات تحليلات اشتقاق اشتقاق احسنتي بارك الله فيك يا سلام علي شريم فكرة الاشتقاق طبعا عندنا هو ان انا اشتق خريطة من خريطة اصلية في الخريطة الاصلية هنا كان خريطة السلطنة عمان واشتقيت عنها احد ولايات السلطنة ممكن اشتق محافظة بالكامل ممكن اشتق ولاية ممكن اشتق قرية اشتق اشتق قاعدة بيانات وصفية او مكانية اذا اشتق على شكل قدول اشتق قاعدة بيانات وصفية اذا اشتق خريطة اشتق قاعدة بيانات مكانية يلا احنا نعطيكم اسئلة ونشرح لكم ايضا يعني الاجابة كيف تتم ناخد سؤالي كريم تفضني بغض عقب على الاستاذة قبل قالت صفحة مية وخمسطنش التواريخ اللي اللي ما يدخل هي مية وورباطعش من صفحة مية وخمسطنش سؤالي صفحة مية وخمسطنش لان يمكن عندك الطبعة الاولى للكتاب ايوة بس خلاص اذا كان الطبعة الاولى تم تعديلها خلاص يعني لا يوجد فيها اي تعديل وما نتكلم كنا عن الطبعة التجريبية نسخة للسنة السابقة والسنوات اللي قبل يعني ما نتكلم عن النسخة الاولى نسخة الاولى خلاص تم تعديل كل المعلومات الموجودة فيها يعني لا يوجد فيها اي تعديل عقب ازفا عندي سؤالي صفحة مية واثنين نشاط ثلاثة جزئية باء نشاط ثلاثة ايوة نشاط ثلاثة جزئية باء جزئية باء تمام وعندي سؤال ثاني يلا ناخذ آخر سؤال تفضلي مية واربعة اه انا هنا التطبيقات الهندسية والتخطيطية ما عطلنا مثال عليها ان نياح صرف الصحي ومعطلنا في التطبيقات الاقتصادية نفس المثال يعني كيف الان نعرف واضح السؤال ساذة أصيلة ايدي مرة ثانية معطلنا في التطبيقات الهندسية والتخطيطية انواعها ان الصرف مية الصرف الصحي هنا انشاء شبكات في التطبيقات التخطيط الهندسية انشاء شبكات الصرف الصحي لكن تطبيقات الاقتصادية ينتبهي مكتوب كيمبين قوسين دعم اتخاذ القرار يعني اتخاذ قرار بانشاء شبكة للصرف الصحي اذا وردت كلمة اتخاذ قرار بدن تصنف مباشرة للتطبيقات الاقتصادية اذا لم ترد كلمة اتخاذ قرار بدن مباشرة تصنف ضمن التطبيقات الهندسية والتخطيطية شكرا شكرا يا عريم شكرا سؤالها صفحة 102 ايضا صفحة 102 نشاط رقم ثلاثة ثلاثة القزئية رقم هي نفس طريقة الاحرام اللي رسمناه منذ لحظات لقزيرة مصيرة نعم نفس خطوات بالضغط السادة ورد سؤال في البريد الالكتروني من الطالب بن براس بن سال بن محسن المعمري من العامرات يقول بما أن موضوع الاحرامات أساس الشيء في كل امتحان يعني يرد فيريده مثال آخر للإحرامات الاحرام يعني هو ما بالتعقيد اللي هم فاكرين الطلاب يعني ممكن ييكم على شكل موضوعي يعني سؤال موضوع حتى هو ينفهم منصيقة السؤال كم التوسع هذا قال مثلا واحد سانطي لمية متر فهذا مقياس الرسم فمثلا التوسع خمسين متر مباشرة يعني ما محتاج لها وهون موجودة بعض الأمثلة بنوردها بالإضافة للمثال الذكرة الطالبة منذ لحظات ريم الطالبة ريم اللي هو ترغب الدولة في توسيع الطريق في الشكل طيب أستاذ معلي ممكن قبل ما نأخذ إجابة ريم معي على الخط غدير بن عمانية غدير مساء الخير غدير نعم كيف حالك يا غدير الحمد لله خير من وين من المضيبي المضيبي اختبار 2008-2009 معلي قبل الاختبار رح نحن خلينا نعطي سؤال كذا بسيط موضوعي نشوف سؤال بعدين نجاوب على سؤال ريم سؤال موجود على السبور نشوفه مع بعض إذا رغب مصنع بيترو كيميويات عمل إحرام حول المصنع فأي من الأعمال الآتية يعبر عن ذلك تحديد المناطق القريبة من المصنع والتي ستتأثر من مخلفاته إنشاء قاعدة بيانات لمنتجات المصنع وأعمالها اختيار موقع مناسب للمصنع حساب المساحة الكلية للمصنع ألف ألف تحديد المناطق القريبة من المصنع والتي سوف تتأثر من مخلفات إذن إذن تحديد أحدد أو توسعه فإذن هذه الصيقة تستخدم للإحرام أما إنشاء قاعدة بيانات فهذه إنشاء قاعدة بيانات لمنتجات المصنع وعمالها طبعا هذه تكون اشتقى قاعدة بيانات اختيار موقع مناسب للمصنع هذا اختيار أمثل حساب المساحة الكلية المصنع هذا بقوم بعملية قياس للمساحة إذن إجابة غدير إجابة صحيحة أحسنتي غدير بارك الله فيك شكرا يا غدير سؤالك اختبار 2008-2009 أيوة الدور الأول سؤال الثالث رقم ثلاثة سؤال الثالث رقم ثلاثة بس انتبهي في هذا العام كان عندنا امتحانات من المحافظات بأي محافظة غدير معنا أيوة معك في 2008-2009 كانت الامتحانات على مستوى المحافظات التعليمية فلو تقرأ السؤال يكون أفضل أي محافظة هذا كان طيب أعطيني السؤال خليني اسمع السؤال ممكن ذكر صيغة السؤال هنا مجموعة الصور للمصادر البيانات الجغرافية مصادر البيانات الجغرافية مصادر أولية ومصادر ثانوية أيوة هذا الصور نحاول التركزي هو واضح المعلومة مذكورة في الكتاب المدرسة على شكل نصوص بس مجرد تم تحويلها إلى صور يعني إذا كان صورة فضائية رقمية بتصن فيها أولية إذا كان صورة الفضائية ظاهرة عندنا في شاشة الحاسوب إذن بتكون رقمية سواء الخريطة والصورة الفضائية أو الصورة الجوية إذا كان عمليات رفع مساحة طبيعة الدرجين هذا من الأولية واضح غدير السؤال واضح تمام في عندك سؤال آخر لا أتمنى لك توفيق يا غدير إن شاء الله في المذاكرة وفي الامتحانات نعود إلى ريم صفحة 102 ريم كان سؤالها في صفحة 102 نشاط الثالث الجزئية سؤالها ترغب الدولة في إنشاء الطريق مما يؤثر على المناطق المقاولة لمسافة خمسين متر على كل الجانبين مطلوب منك رسم إحرام يمثل هذه المسافة على الجانبين طبعا عندنا واضح مقياس الرسم اللي هو واحد سانطي لكل ميت متر نفس الفكرة طبعا هذا فلنفترض إن هذا هو عندنا اللي هو الطريق اللي ترغب السلطنة في توسعته المسافة التوسعة المسافة عندنا خمسين متر مقياس الرسم مقياس خطي مثل ما هو واضح عندكم في الكتاب المدرسي على فكرة ترى الموضوع الإحرام بالنسبة حاولوا ترى رجعوا لمقياس الرسم الموجود في الفصل الدراسي الأول واحد سانطي لكل عندنا ميت متر نبدأ طبعا عندنا مثل ما هو واضح مثل ما هو واضح عندنا واحد سانطي عندنا اللي هو ميت متر سين تساوي خمسين متر إذن عندنا نضرب طرفين في وسطين عندنا بيكون واحد في خمسين تساوي عندنا سين في مية بعد ذلك طبعا عندنا اللي هو نقسم خمسين عالمية الخمسين فيها الواحد الخمسين فيها اثنين يساوي نص إذن التوسعة اللي بنتوسعها بنبدأ عندنا نرسم النقاط المسافة عندنا نص سانطي متر مثل ما قلني بالمصدرة نحدد في كل الجهتين إذن هذا عندنا نص سانطي ونلاحظ أن الإحرام يتخذ نفس شكل ظاهرة الجغرافية وبعدين أوصل النقاط مع بعضها البعض لتظهر عندنا منطقة الإحرام تمام سؤال في الفيسبوك كراسة العملي سؤال من همس الحسنية كراسة العملي تبع البرنامج الخطوات تحفظ هو كراسة التطبيق العملي مجرد عدة تعتبر وسيلة تعليمية للطلاب يعني مثلا بعض الأشكال ممكن ترد من البرنامج مثل ما أوردنا بعض الأسئلة كنت مستخدمه اللي هو البرنامج الماب ويندو جي آي اس فبنفس الطريقة بترد الأسئلة إذا نحاول نربطها محتوى الكتاب المدرسي من ناحية الاشتقاق القياسات إقراء الاستفسارات يعني حسب الموضوعات المرتبطة بالكتاب المدرسي لكن ما نحفظها لأنها هي مقرد كراسة مساندة عن محتوى الكتاب المدرسي تشرح كوسيلة تعليمية عشان ترسق المعلومة في ذهن الطالب أكثر مهم الطالب يفهم يعني يفهم طيب ناخذ سؤال من عندك سادة أكيد فيه موجود يعني محضرة مجموعة أسئلة فيها أفكار فهنا حابين يعني على الأقل يستفيد مجموعة من الطالبة أسئلة فيها أفكار فيها قدرات عليا طبعا مثل أسئلة الإحرام على أساس تكون عندنا سؤال إضافي للإحرام ترغب السلطنة في توسيع منطقة سحار الصناعية في الشكل التالي مسافة 100 متر من قهة الشرق المطلوب من قبل الاعتماد عن مقياس الرسم رسم إحرام يمثل هذه المسافة قهة الشرق فقط إذن هنا حدد جهة معينة ما مثل الظواهر السابقة كان تحيط حاطة تامة بالظاهرة الجغرافية إذن في هذه الحالة لازم يكون عندي مؤشر الاتجاهات مثل ما عارفينه شمال قنوب شرق غرب ونبدأ طبعا عندنا اللي هو في عملية وضع المقطيات واحد عندنا سانطي كل خمسين عندنا متر هذا اللي هو مقياس الرسم عندنا سين ساوه 100 متر تبدأ عندنا اللي هو طرفين فوسطين واحد في مية تساوي اتنى سين في خمسين بعد ذلك طبعا عندنا مقسم مية على خمسين تساوي خمسين على خمسين طبعا بدل طريقة اذا النهاية بتعطينا اللي هو 2 سنتيمتر بالمصطرة ابدأ اقيس جهة الشرق هو قالنا جهة الشرق اذا بالمصطرة من الاطراف ابدأ اقيس عندنا اللي هو 2 سنتيمتر سنتيمتر شوه المطلوب اذا كان محدد لهم جهة اذا طبعا الجهات الاربع او يمين او يسار فهو يحاول يرقز طبعا عندنا في صيقة السؤال الطالب جميل اذا كل من سأل عن الاحرامات نبراس سالم المعمري بندر الرحبي كل من سأل فكرة الاحرامات اذا هي فكرة متكررة بس يعني يحتاج فقط تركز واذا كان عندهم صعوبة بمقياس الرسم يرجعوا لدرس مقياس الرسم الموجود في الوحدة الثانية في الفصل الدراسي الاول جميل ناخذ مكالمة عزة المعمري مساء الخير مساء النور كيف حالك الحمدلله تمام من وين من دماء الطائن من دماء الطائن كيف معنوياتكم الحمدلله كيف شايف العسائلة اللي عطتكم بيها سادة أصيلة اليوم والله حلوة اتخذنا منها فيها أفكار يعني أيوة أجبني يلا نتمنى لكم التوفيق خلينا أيضا سادة أصيلة بتعطيكم سؤال تابعي السؤال اللي بتعطيك سؤال موضوع كذا خفيف تمام يلا نشوف السؤال مع بعض أي الأمثلة الآتي يعد مثالا على التحويلات في التحليل المكان بنظم المعلومات الجغرافية تحديد إحداثيات السلطنة على الخريطة حساب المسافة بين الظاهرتين جغرافيتين إنشاء قاعدة بيانات مكانية لمنطقة معينة على الخريطة إيجاد العلاقة بين البيانات الجغرافية لتفسيرها بشكل أفضل أول حاجة حاولي أنك تفسري كلمة تحويلات ماذا يقصد بكلمة التحويلات عشان تتوصل للإجابة هي الإجابة الصحيحة بارك الله فيك اللي هو جيم إنشاء قاعدة بيانات مكانية لمنطقة معينة على الخريطة لكن على أساس نشرح للطلاب كيف عندنا التحويلات طبعا التحويلات اللي هو التحويل للبيانات الجغرافية من شكل إلى آخر وعدكم طريقتين اللي هو طريقة الاشتقاق وطريقة اللي هو إحرام إذن الدليل طبعا ما يوقد إحرام من ضمن الخيارات وقد عندنا اشتقاق اللي هو إنشاء قاعدة بيانات مكانية لمنطقة معينة على الخريطة أما تحديد إحداثيات في هذه قياسات حساب المسافة أيضا قياسات يقادل علاقة بين البيانات لتفسيرها بالشكل أفضل هذا يكون عندنا هو تحليل إحصائي عشان تعطينا نتائج أفضل للاختيار الأمثل تمام عزة أعطينا سؤالك سؤال صفحة 80 النشاط الرابع 2 جزئية صفحة 80 نشاط الرابع أيوا 2 2 جزئية باء أيوا السؤال الثاني صفحة 100 أيوا جزئية باء نشاط الأول صفحة 100 جزئية نشاط الأول تمام يا عزة تابعينا تابعينا تابعي الإجابة أعطيكم العافية بالنسبة طبعا لصفحة 80 النشاط رقم 4 جزئية 2 ماذا يقصد جاك دينجر موند المؤسس شركة أيزري عندما قال أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية محدودة بمخيلة المستخدمين لها لو ركزت في الكتاب في كل درس يعطيك نماذق معينة من التطبيقات مرة يقول تطبيقات عسكرية تطبيقات أمنية في درس آخر تطبيقات الهندسية تطبيقات تطبيقات تخطيطية يذكر عندنا تطبيقات قواعد البيانات يعني يعني معنى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية أنا ما ممكن أتخيلها ممكن عدنا هذه الموجود في الكتاب على سبيل الأمثلة وليس على سبيل الحصر يعني أهم حتى وزارة التربية والتعليم تستقدم نظم المعلومات الجغرافية في مجال الخريطة المدرسية إذن هذا أيضا تطبيق من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية إذن عدنا يقصد به أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ممكن أنت تخيل هالشخص بسبب عدنا تشعر بالتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية تمام عزة ولا عزة راح بالنسبة طبعا السؤال صفحة مية نشاط رقم واحد جزئية ب ما الفرق بين الاستفسار المباشر والاستفسارات الشرطية أنت لو طبقتوا على البرنامج اللي هو الماب ويندو جي آي اس بيكون واضح بالنسبة لكم الفرق ما بين الاستفسار البسيط أو الاستفسار المباشر والاستفسارات الشرطية الاستفسار البسيط أو الاستفسار المباشر يعني أن أنا أسأل عن حاجة معينة يعطيك القواب مباشرة بدون ما يقري أي معادلة سواء أكبر أو أصغر أو يساوي أو ما شابه ذلك إذن مقرد أني أستفسر مثلا كم عدد كم عدد عندنا محافظات السلطنة يعطيك العدد مباشرة كم عدد عندنا ولايات محافظة مصر تعطيك العدد مباشرة لكن الاستفسار الشرطي أني أنا أحكمه بشرط معين مثلا عندنا أستفسر عن حاجة معينة ما الولايات العمانية التي يزيد عدد سكانها إذن أنا حطيت شرط يزيد عدد سكانها عن ألف نسمة إذن في هذه لازم تقرأ عدناء عملية معينة بالبرنامج يعطيك عدناء للمدن العمانية التي يزيد عدد سكانها عن عدناء العدد المحدد وهكذا أصغر أكبر يساوي المهم في معادلة معينة في الاستفسار الشرطي الاستفسار المباشر يعطيك الجواب مباشرة بدون أي عملية حسابية تمام أستاذ أشرايك نخلي الطالب أيضا يكونوا مستعدين ونريح في فاصل قصير أرجو أن تحضروا أسئلتكم وفي انتظار أسئلتكم بريد الإلكتروني صفحة فيسبوك وهواتف البرنامج راجعي لكم بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم من جديد أحبتنا طلاب وطالبات دبلوم التعليم العام وجدد الترحيب بالأستاذ أصيلة بنت ربيع الفزارية معلم أولى لمادة الجغرافية والتقنيات الحديثة في محافظة شمال الباطنة وأرحب بكل من ننظم ليتابع بقية ما تبقى في هذه الحلقة ومادة اليوم الجغرافية والتقنيات الحديثة نذكر بأن يعادة البرنامج بعد أخبار العاشرة على قناة عمان مباشر أستاذ أصيلة يعني في بداية الحلقة أنا تذكرت شيء وعدتنا تتكلمي عن البناء الطبابلوجي بطريقة عكسية طبعاً اللي هو البناء الطبابلوجي في الطريقة الثانية يكون فيها القاعدة البيانات مكانية جاهزة أنا بس أوقع الضواهل الموجودة في القاعدة البيانات على الشكل الموجود عندي طبعاً حضرتكم شكل بسيط على نفس الطريقة ممكن أستخدمها للأشكال الأخرى طبعاً هذا عدنا له قاعدة البيانات فيها الثلاث عدنا عقد والاتجاهات نركز عدنا في الاتجاهات الموجودة عدنا فيه الأشكال فلنبدأ عدنا اللي هو البناء الطبابلوجي إذن عدنا اللي هو هذا مثلاً بحطيها العقدة رقم واحد وهذا العقدة رقم اثنين إذن ها بالنسبة طبعاً عدنا للبناء الطبابلوجي انتبه طبعاً أنا حطيت العقد في ملتقى ثلاث خطوط ابت طبعاً عدنا اللي هو أحطي أرقام لهذا الخطوط فالخط عدنا من واحد لاثنين عطيت الرمز A فالخط عدنا من اثنين لواحد عطيت الرمز B والخط عدنا من واحد لاثنين عطيت الرمز C إذن أنا خلصت الآن الرموز وعلى حسب الشكل الموجود عندي أتأكد عندما قاعدة البيانات هل لقابت هنا صحيحة أو خطأ إذن الخط A من واحد لاثنين الخط B من اثنين لواحد الخط عدنا C من واحد لاثنين إذن خلصت طبعاً عدنا بداية الخط ونهاية الخط أبدأ عدنا في التحديد يمين واليسار فمثلاً عدنا أخذ الخط الأول يمينة ركز في الاتجاه يمينة عدنا اللي هو منطقة سكنية وطبعاً عدنا المنطقة الثانية اللي لقهت اليسار فضاء إذن فاضية لا يوجد فيها أي ظاهرة جغرافية أيضاً عدنا الخط B أيضاً أركز إذن عدنا يمينة يوجد مجمع مجمع تجاري بالنسبة طبعاً عدنا للخط C خلاص هو موضح نفسه يمينة مجمع تجاري ويسارة منطقة سكنية ذي الطريقة أنا أستكمل سواء كان عندي ثلاث خطوط أو أربعة خطوط أو خمسة خطوط إذن أحاول أركز بتركيز أحدد أول حاجة أركز في اتجاهات الأسهم وإنها تكون العقد موجودة في ملتقة ثلاث خطوط إذن أبدأ عدنا لهو وضع رموز على العقد ورموز للخطوط وتأكد من عقدة البداية وعقدة النهاية بالنسبة للخطوط وبعد ذلك أبدأ بتوقيع الضواهة الجغرافية على الشكل تمام نأخذ سؤال نرجو توضيح الخطوات نقل وتحويل بيانات الاستشعار عن بعد الواردة في صفحة 123 في الكتاب طبعاً عدنا لهو الكتاب نقل وتحويل بيانات الاستشعار عن بعد من الأقمار الصناعية إلى سطح الأرض طبعاً عدنا سطح الأرض يعني لازم يكون في مكان الاستقبال على سطح الأرض وهي محطة الاستقبال الأرضي يعني ما في كل مكان على الأرض أنا أستقبل إذاً فيك عدنا لهو محطة استقبال أرضية فأنا عدنا بمثل إن هذا المكان هو مكان عدنا محطة الاستقبال الأرضية فنفترض عندنا مثلا محطتين طبعا على سبيل المثال الموجود عندكم في الكرام محطة عندنا الاستقبال الأرضية هذا برمزلها بالرمز باء وهذا برمزلها بالرمز ألف إذن هذا عندنا أنه هو محطات الاستقبال وعدنا أقمار صناعية هذا القمر الصناعي رقم واحد وهذا عندنا كمثال قمر صناعي رقم اثنين وأيضا على سبيل المثال ممكن يكون عدد الأقمار الصناعية عندنا أكثر من قمرين صناعيين نبدأ طبعا عندنا في طريق الاستقبال ممكن عندنا طريقة الاستقبال الأولى تكون استقبال مباشر في نفس اللحظة أعتقد بعض البرامج التلفزيونية عرضها بعض الأحداث عندنا مثل نقل مباريات كل خلال تكون مباشرة وبعض الفعال تكون مباشرة إذن عندنا يتم النقل مباشرة إلى محطة الاستقبال الأرضية إذن هذا عندنا هو النقل المباشر من القمر الصناعي إلى محطة الاستقبال الأرضية ومرموز لها في الكتاب بالرمز اي عندنا ممكن يكون اللي هو طريقة النقل الثانية النقل الغير مباشر يعني يكون الحدث غير مهم إذن عندنا مثله بيظل عندنا في القمر الصناعي لفترة وبعد فترة بيتم نقله إلى محطة الاستقبال الأرضية إذن هذا الطريقة الثانية يعني ما النقل المباشر يعني حسب أهمية الحدث ممكن تضل في القمر الصناعي لفترة عدنا ساعة أو ساعتين على حسب طبعا أهمية الحدث والمعلومات اللي بينقلها القمر الصناعي ممكن عدنا يتشارك أكثر من قمر صناعي في نقل هذه البيانات إذن عدنا بيكون القمر الصناعي في هذه الحالة تنتقل البيانات من القمر الصناعي الأول للقمر الصناعي الثاني وبعد ذلك تستقبل في محطة الاستقبال الأرضية إذن طرق النقل عدنا النقل المباشر النقل الغير مباشر اللي هي طبعا يتم تسكيل البيانات وحفظها على القمر الصناعي وأرسالها في وقت لاحق مذكورة بذن نص عدكم في الكتاب يتم أرسالها في وقت لاحق يعني على حسب أهمية البيانات التي يتم أرسالها للقمر الصناعي والبيانات أدنى للطريقة الثالثة أن يشترك أكثر من قمر صناعي في نقل هذه البيانات ومن ثم ترسل إلى محطة الاستقبال الأرضية لا شرط يكون قمرين ممكن يكون ثلاثة ممكن يكون أربعة ممكن يكون أكثر من قمر صناعي جميل سؤال في البرد الكتروني نريد أسئلة عن الإحرامات ونريد من الأستاذة وصيلة أن تعطينا أسئلة من أسئلتها لأنها فيها فائدة لجميع الطالب والطالبات السؤال من خالد محمد ومن عبدالله العميري أكثر من مثال على الإحرامات الحين يعني أخذينا كيف نرسم إحرام حول قزيرة مصيرة بنفس الطريقة الطريقة اللي ذكرته أحد المتصلات ذكرنا أيضا اتجاه محدد للإحرام ناخذ سؤال آخر من الأسئلة اللي حضرتها نتابع مع بعض يعني على الأقل هذه الأسئلة الطالب يعني يرى أن فيها فائدة لهم جميعا يعني طبعا عدنا من المسال على الإحرام اللي هو ممكن يكون كمسألة بدون رسم عدنا مثلا تم رسم إحرام لفلق بأحدى برامج نظم المعلومات الجغرافية بمقدار عدنا نصف سانطي إذن عدنا نحطي خط على نصف سانطي إذن عدنا على كلا يعني فيه كل جوانب إذن عدنا نصف سانطي متر كان عدنا اللي هو الإحرام على كل جوانب ذلك علمنا أن مقياس الرسم إذن مقياس الرسم عدنا اللي هو واحد لكل خمسين متر فكم ستكون المسافة الحقيقية على الطبيعة لهذا الإحرام إذن هو الحيط طالب أنه أنا أوجد المسافة الحقيقية ما طالب أنه أنا أرسم إذن تم رسم إحرام لفلق بأحد برامج نظم المعلومات الجغرافية بمقدار نصف سنتيمتر من كل جوانبه باستخدام طبعا مقياس رسم وهو مقياس رسم واحد سنتيم لكل خمسين متر فكم ستكون المسافة الحقيقية على الطبيعة إذن عدنا اللي هو واحد سنتيم هذا مقياس الرسم على خمسين متر طبعا عدنا اللي هو المقياس في الرسم اللي هو نصف سنتيمتر وهذا عدكم المسافة المجهولة اللي هو المسافة الحقيقية نبدأ طبعا عدنا واحد في سين تساوي عدنا نصف في خمسين طبعا عدنا في هذه الحالة سين تساوي نصف في خمسين بتكون عدنا اللي هو سين تساوي خمسة وعشرين خمسة وعشرين إذن المسافة الحقيقية بتكون خمسة وعشرين متر لأن الضربت عندنا لو ضربناها عندنا نص في خمسين تعطينا خمسة وعشرين متر إذن المسافة الحقيقية لرسم الإحرام على الطبيعة هو خمسة وعشرين متر هذا بالنسبة طبعاً كانت مسألة فيه جزء أخرى طيب طلب من أميرة يعني لو سمحته تعرضوا المواد اللي بتنعرض في الأيام القادمة ما دل الزملاء هناك إذا فيه جدوى لحلقات درس على الهوى خلال الأيام القادمة متى ما يكون جاهز يعني يريدوا الطلبة يتابعوه على التحالي الأحد والأثنين راح يكون لغة عربية أنا أتكلم الآن عن حلقات درس على الهوى وليس عن الامتحانات الأحد والأثنين اللغة العربية يوم الثلاثان اللغة الإنجليزية يوم الأربعات تربية الإسلامية ويوم الخميس الأحياء على الأقل مبدئياً خلال هذا الأسبوع طيب سؤال في صفحة 115 النشاط الثاني صفحة 115 النشاط رقم 2 النشاط رقم 2 أي قزئية بتكون؟ يعني الطالبيني ما أحدد جزئية إذن هو أكثر من قزئية عندنا بالنسبة للنشاط رقم 2 صفحة 115 أول حاجة أفسر كيف ساهمت الحروب في تطور الاستشعار عن بعد؟ طبعاً عندنا التفسير أن الحروب تعتمد على مبدأ الاستكشاف والسرية والتجسس إذن في هذه الحالة بساعد على تطور الاستشعار عن بعد ومذكور عندكم أمثلة بالنسبة طبعاً للكتاب في الحرب العالمية الأولى في صفحة 113 إنها كانت البداية الحقيقة للتصوير الجو المنظم طبعاً كانت تدربوا الكوادر البشرية على الالتقاط ومعالجة تفسير الصور الجوية بعد ذلك طبعاً عندنا قاءت الحرب العالمية الثانية زادت من تطور علم الاستشعار عن بعد بعد ذلك طبعاً قاءت الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وطبعاً عندنا وفرت بها مناسبة للاستكشاف إذن ركز طبعاً أن الحروب طبعاً تعتمد على مبدأ الاستكشاف التحريح تحركات عندنا القيوش من وإلى المعسكرات أيضاً عندنا تعتمد بعض الدول على مبدأ التجسس إذن مع ذلك بيساعد على تطور الاستشعار عن بعد وتطور الأقمار الصناعية مانوع الخراطة التي يمكن إنتاجها من الشكل رقم 3 الموجود في صفحة 114 موجود عندنا يقول منطقة جيولوجية إذن الخريطة التي أنا ممكن إنتاجها منها خريطة جيولوجية وخريطة توبغرافية طبعاً عندنا اشرح لماذا ظهر مصطلح الاستشعار عن بعد طبعاً مصطلح الاستشعار عن بعد لماذا ظهر موجود عندكم في صفحة أيضاً 113 عندما عندنا استبدل كفلين بروايت مصطلح التصوير الجوي للاستشعار عن بعد لأنه وجدت أن التصوير الجوي يكون داخل النطاق المرئي لسطح الأرض وهو غير مناسب لاستخدامه في وصف الصور الذي يتم التقاطها باستخدام الأشعة خارج النطاق المرئي للأرض طبعاً مثل الأشعة أدنى الحمراء والموقعات الكهرومغناطيسية إذن أفضل وصف هو وصف الاستشعار عن بعد الذي يصف للتصوير الفضاء لأننا بدينا نستخدم في هذه المرحلة الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية موجودة خارج النطاق المرئي للسطح الأرض إذن مبدأ عندنا التصوير الجوي غير مناسب إن أنا أصف الاستشعار عن بعد قم بإنشاء مصطلة زمنية لمراحل تطور الاستشعار عن بعد هذه طبعاً تعتمد على يدك تبدأ ترسم المصطرة الزمنية من المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة من مراحل الاستشعار عن بعد وتركز عندنا في المرحلة الأولى اللي هو التاريخ التصوير الفوتوغرافي واستكشاف المواد الكيميائية اللازمة لعملية التصوير في المرحلة الثانية تركز على اللي هو التقاط أول صورة جوية من طائرة عام 2009 بعد ذلك الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية الحرب الباردة في المرحلة الثالثة تركزوا على اللي هو اطلاق القمر الصناع تيروس وان في المرحلة الرابعة طبعا هذا بروحها مصطرة زمنية لأنها اكثر من قمر صناع للنظام لا انسان تم اطلاقه في الفضاء القارقي من عام 1972 لحد عام 1999 جميل سؤال في الفيسبوك ايضا ما هو الفرق بين الظاهرات المستمرة والظاهرات المتقطعة هذا السؤال من خولة الحوسني خولة تركز طبعا عدكم في الكتاب المدرسي موجودة مباشرة الاقابة الظاهرات المستمرة والظاهرات المتقطعة عدكم في درس تمثيل البيانات المكانية موجودة صفحة 96 الظاهرات المستمرة على اساس اوضحها حالك اذا كنت تقص ديك ما فهم المفهوم الموجود في الكتاب المدرسي الظاهرات المستمرة يعني تكون فيها تدرق سريع في الالوان بحيث انها تظهر كانها ممزوقة مع بعضها البعض بحيث انه يصعب عندنا اننا نميز الظاهر وذلك تستخدم الظاهرات مثل هذا الظاهر المستمرة مثل الغطاءات النباتية مثل عندنا اللي هو التربة وهذا الظاهر اللي يصعب عندنا اللي هو التفريق ما بيانت بالنسبة للظاهر المستمرة الظاهر المتقطعة تظهر كل خلية بلون مستقل ووضحها عندك ايضا في الاشكال ظاهرة مستمرة وظاهرة متقطعة كل ظاهرة جغرافية تظهر بلون مستقل جميل جدا شوف اذا فيه سؤال في البريد الالكتروني طيب سؤال من محمد ناصر الربيعي يقول نريد في نهاية الحلقة تقدم الأستاذة ملخصا لأهم الأشياء التي من المتوقع أن ترد في الامتحان وأهم الأفكار التي تناولتها كملخص بالنسبة للملخص عام حاول الترفيزه طبعا يعني بوجه عام الجغرافية تعتمد على التطبيق يعني تحاولوا تطبقوا وتستعرضوا مجموعة من الأسئلة تحاولوا طبعا اتبحتوا عن بعض الأسئلة في أوراق الامتحانات السابقة تجاوبوا عليها لأن الأسئلة المادة الجغرافية يغلب عليها الجانب التطبيقي يعني التصف ما هو موجود عندنا في البيع المحلي أيضا عندنا تركزوا على جميع الأشكال حتى المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي ممكن تحول من شكل إلى شكل آخر أيضا المصفوفة الإحداثية هذا حاجة مهمة تركزوا فيها لا تنسون المحور السين والمحور الصادي بالمسمى ما بس أنا أرسم كمحورين لازم أعرف هذا السين وهذا الصاد أو أيضا ما أنسى النقاط أنها تكون أيضا معرفة برموزها الموجودة حسب القاعدة البيانية إذا كانت ظاهرة نقاطية ما أوصل النقاط أحاول ركز في نوع الظاهرة إذا كان ظاهرة خطية أوصل النقاط متسلسلة يعني ألف باء جيم وهكذا ما أوصل عندنا النقاط بطريقة عشوائية أيضا في الظاهرة المساحية نحاول ركز أيضا أنها لازم تلتقي نقطة البداية مع نقطة النهاية إذا كان أنا برسم نموذج للمصفوفة الإحداثية إذن لازم أغلق الشكل إذا أنا بنشئ مصفوفة إحداثية إذن لازم أتذكر أن أنا أكرر نقطة البداية مرتين في بداية المصفوفة وفي نهاية المصفوفة البناء الطبيبولوجي تحاولوا تركزوا على إن إنشاء العقد هي الأساس العقد ملتقى ثلاث خطوط تركزوا أيضا في الاتقاه الوارد إذا كان يمين أو يسار وبعد ذلك طبعا عندنا حسب الاتجاهات تكونوا موجودين على راس السهم على أن تعرفوا اتجاه اليمين واليسار وإن شاء الله يكون موضوع عندنا البناء الطبيبولوجي السهل لأنه بيعتمد على قدرتكم على تحديد العقد وتحديد الاتجاهات أما بالنسبة للإحرام فما نقلق لأن الإحرام تكون أغلبها مقياس رسم بسيط نص 2 سنطي 3 سنطي أغلبكم أسئلة موضوعية طبعا عندنا ذكر الخطوات ذكرناها أن أول حاجة لازم أحول على حسب مقياس الرسم على حسب المقياس الرسم الموجود عندي كمعطاء وأوجد عندنا المسافة الحقيقية بعد ذلك أبدأ عندنا في رسم عندنا النقاط بحيث عندنا تغطي المسافة التي ظهرت كناتق معاي كناتق التحويل لمقياس الرسم وأخيرا أوصل هذه النقاط مع بعضها البعض وركز خصوصا في الشكل الغير منتظم أن تكون المسافة دقيقة جداً وتكون بالمصدرة شكراً على هذا الجهد شكراً على هذا الوقت شكراً على كل المعلومات التي اليوم أضفتها في هذه الحلقة إذن نذكر أن الحلقة تعاد بعد أخبار العاشرة غداً ستكون الحلقة في مادة اللغة العربية بشقيها المؤنس والمفيد بسمكم جميعاً أشكر ضيفة الحلقة الوستاذة أصيلة بنت ربيع الفزارية معلمة أولى لمادة جغرافية والتقنيات الحديثة في محافظة شمال الباطنة شكراً لك ساذة كما أشكر كل من توصل معنا عبر قنوات التواصل في هذه الحلقة نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد قبل الختام تذكروا أن الذين ولدوا في العواصف لا يخافون هبوب الرياح تقبلوا تحيات فريق العمل ومخرج الحلقة بدر العمير يدمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر